بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجنب مع سواعد النبي السواعد العظام الذين شاركوا معه في وضع اللبنات الأولى لدولة الهداية التي سارت بأنوار الهداية في العالمين ولا زالت بإذن الله تعالى من خلال قباسات أنوارها نهتدي بها ونستمر إن شاء الله في المسير حتى يبلغها هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كما أشار إلى ذيك الحبيب المختار عليه الصلاة والسلام أما اليوم فنحن مع أحدهم ومن أكابرهم ومن من أجر الله على أيديهم الخير الكثير إنه بإذن الله تبارك وتعالى قاهر المجوس ومطفئ نيران معابدهم والذي يكرهه الشيعة كثيرا الروافض لأنه بإذن الله هو الذي نقض بناءهم حجرا حجرا وهو الذي شتت شملهم وهو الذي هزمهم وقتل رسطم قائدهم وشتتهم في البلاد الشذر مذرا ومنذ ذلك الحين لم تقم لدولة الفرس قائمة إنه أسد الله وأسد رسوله أسد الله في عرينه أسد الله في برافنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف أسلم أرأى في المنام قمرا يتبعه ثلاثة رجال فحاول أن يدركهم فإذا هم أبو بكر وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وهم الذين سبقوا إلى الإسلام فلما اقترب منهم في المنام رأى أنهم بإذن الله تبارك وتعالى هم من سبق إلى القمر أي هم من سبقهم إلى الهداية فلما استيقظ ذهب بإذن الله تبارك وتعالى إلى أبي بكر ثم أعلن إسلامه وإنك لتعجب أن أبا بكر رضي الله عنه مفتاح الخير الأعظم الذي أكرم الله به الإسلام وأكرم الله به رسوله فكان ساعده الأعظم ستة من المبشرين بالجنة كلهم أسلموا على يديه وأيد بهم هذا الدين العظيم فكان من جملة السابقين للإسلام فهو بإذن الله أحد الثمانية الأوائل الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة هو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد من الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض وهم أصحاب الشورى الذي انتدبهم عمر قبل أن يرحل من هذه الدار إلى لقيا ربه حتى تختار الأمة من ترتضيه خليفة بعد عمر رضي الله وكان يقول إذا اخترتم سعد فذاك وإن لم تختاروا سعد واخترتم أحدا غيره فلا ينبغي أن يستغني من اختير لمهمة الخلافة من مشورة سيدنا سعد بن أبي وقاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما دخل إلى الإسلام وقعت له واقع عظيمة مع أمه فكان من أبر الناس بأمه فلما دخل إلى الإسلام وراح الوشات إلى أمه يخبرونها بأن سيدنا سعد صبع معنى صبع أي غير دينه واتبع محمدا آلت على نفسها أن لا تأكل ولا تشرب وخرجت لكي تظل تحت الشمس حتى يرق لها ابنها البار ويتخلى بعد ذلك عن اتباع الحبيب المختار فراحت وأقسمت أن لا تشرب ولا تأكل ونفذت وعيدها لعلها تنال من عزم سيدنا سعد فما الذي حدث لم يكن أبدا يطل عليها ولا يذهب إليها فراح بعضهم لكي يقول لا هذه أمك وأنت أبر الناس بها اذهب إليها اذهب إليها لعله إذا رآها أن يرق حاله ويتخلى عن الدين الجديد الذي اعتنقه لكن هيهات هيهات ذهب إليها ثم قال لها كلمة عظيمة لا زالت أصداؤها ترن في هذا الكون كله ويتردد أصداؤها بين قلوب الصادقين الثابتين في كل زمان يا أماه لو كان لك مئة نفس في كل يوم تخرج منك نفسا لن أترك هذا الدين فلما رأى التصميمة أكلت وشربت ودخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية من صورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بين فلا تطعوما إذن لا تطعو الوالدين إذا أمراك بالشرك أو المعصية لكن وصاحب ما في الدنيا معروفة كأن القرآن ينكر علي هذه الطريقة سبحان الله في كيفية الرد على أمه الله أكبر يعني كان عليك أن ترد إن شاء الله ردا حسنا فيه من الرفق واللين هذا درس لكل من يسيء استعمال الألفاظ مع أمه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأظهرت هذه القصة على ثبات سيدنا سعد بن أبي وقاص وأنه أبدا أبدا لا يلين قلبه أبدا ولا يهتز ولا يتململ إذا كان الأمر يتعلق بالدين حتى ولو كان ذلك على حساب علاقاته مع أقرب الناس لا إله إليه جاء ذات مرة رضي الله عن مقبلا الله أكبر فرآه رسول الله فابتسم فقال وهو يباهي به بين أصحابه هذا خالي خاله رسول الله فليأتني أحد بمثل خالي هذا خالي قادم سيدنا سعد بن أبي وقاص فليأتني أحد بخال مثل خالي فكان يباهي به الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أسلم أوذي كما أوذي السابقون الأولون من المهاجرين فكان من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فشارك في غزوة بدر حظي بشرف المشاركة في بدر فهو من أهل بدر وشارك في غزوة أحد وإنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لم يبق مع رسول الله لما سقط سيدنا طلحة إلا سيدنا سعد بن أبي وقاص فكان النبي يقول له ارمي سعد في داك أبي وأمي الله حتى كان يقول لم يجمع النبي لأحد من أصحابه الأم والأب في الفداء إلا له ارمي سعد في داك أبي وأمي وكان يرمي عليه رضي الله تعالى عنه ينافع عن رسول الله في ذلك الموقف الحرج الذي مر به رسول الله حينما أحاط به المشركون المشركون إحاطة السوار بالمعصم ولم ينجيه إلا الله تعالى سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله سعد بن أبي وقاص هو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهذه منقبة ليست إلا لسعد وسعد هو الذي جمع له النبي عليه الصلاة وفي الفداء بأمه وأبيه وهو رضي الله تعالى عن مستجاب الدعوة فكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله أن أكون مستجاب الدعوة كان يقول لأطب مطعمك تستجاب دعوتك بل لقد دعا له قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سدد رميته وأجب دعوته فكان مستجاب الدعوة رضوان الله عليه بقي بعد ذلك حين وفاة رسول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنه راض بقي الساعد الأيمن لسيدنا أبي بكر الصديق وهو سيف عمر حيث ما يوجهه وجهه رضي الله عنه وأرضاه حينما على عهد عمر ناقضت الفرص المواثيق وصارت عياذا بالله تقيم القلاقل وتطمع في أطراف المسلمين وتقوم والعياذ بالله بكثير من أعمال الشغب على حدود المسلمين إذا بسيدنا عمر على رأس جيش قوامه ثلاثين ألفا يريد أن يخرج بنفسه لمقاومة ولمجابهة الفرص فلما خرج وقد استخلف علي بن أبي طالب إذا بعبد الرحمن بعف يقول لا لا ينبغي أن نرمي الفرصة بخليفة المسلمين فخليفة المسلمين ينبغي أن يبقى في المدينة يراقب المعارك من بعيد لأنه إذا أصيب خليفة المسلمين فهذه إن شاء الله ليس من العقل ولا من الحكمة فجامع أهل الشورى واستدعى علي بن أبي طالب فأشاروا عليه أن يعود ثم بدأوا في اختيار من يقوم بهذه المهمة على أحسن حال وإذا بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لقد وجدته لقد وجدته هو أسد الله في براثنه هو سيدنا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله أحد العشر المبشرين بالجنة فقام سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه بقيادة ثلاثين ألف من المسلمين وذهب إلى هناك إلى العراق إلى العراق إلى القادسية بالضبط وهناك عسكر رضي الله تعالى عنه وبدأت مفاوضاته مع رستم قائد قوات الفرص وأرسل إليه مجموعة من الرسل كان من جملتهم الجندي الفدائي ربع بن عامر رضي الله عنه ذهب على فرص قصير وقدماه تجران وتخطان الأرض ودخل إلى قصره ومعه سيف مقبضه ثوب وعنده حربة وتلك الحربة ليست حادة فبدأ يخرق الوسائد حتى كادوا أن يسجروه فقال لهم إنما أنتم من استدعاني وإلا عدت فقال لهم رستم تركوه ثم ربط فرصه هناك في إحدى السواري في قصر رستم وهناك قال له رستم من الذي جاء بكم الله قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الله 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 ونخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها إلى ساعة الدنيا والآخرة بهذه الكلمات الرائعات الواضحات هذه مهمة أمة رسول الله هي تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أن تخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة بهذه الكلمات فلا زال يفاوض حتى قال له لكم علينا واحدة إما أن تسلموا ولكم ما لنا وعليكم ما علينا ونعود فنترككم وإما أن تعطوا الجزية تعيد وأنتم صاغرون وإما يحكم بيننا وبينكم السيف قال كم تعطوننا من البقاء ثلاثة أيام قال من تكون أنت حتى تقضي في هذا الأمر الخطير قال نحن المسلمون يسعى أدنانا بذمة الآخرين نحن يدا واحدة على من سوانا الله أكبر فإذا به يختاروا الحرب فجاء رضي الله عنه لكي يخبر سعد بن أبي وقاص بأنها الحرب فحزن سيدنا سعد بن أبي وقاص لأنه يرى أنه لم يستطع إقناعهم بأن شاء يصل إلى الهدف دون قتال لماذا؟ كان يتمنى لو تأخر القتال لأنه كان مريف وكانت الدماميل تملأ جسده ولم يكن يستطيع الوقوف الله أكبر الله أكبر وهكذا الله تبارك وتعالى يشاء سبحانه عز وجل أن يلتفى الجيشان ويحتكان بعد أن قام سعد بن أبي وقاص وقرأ عليهم القرآن وحثهم على الجهاد في سبيل الله ورغبهم في الآخرة وقرأ القراء صورة الأنفال فهبت السكينة على المؤمنين وإذا برياح الجنة تهبوا كالنسائم تدغدغ مشاعرهم وتملأ قلوبهم الله 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 فبدأ القتال ولقد جاء هؤلاء بمئة وعشرين ألف قتيل أو بمئة وعشرين ألف مقاتل ومعهم الفيلة ولأول مرة يجابه المسلمون ما يسمى بالفيلة أمر خطير جداً لا إله إلا أفوه ونشبت المعركة فطالت لمدة ثلاثة أيام وسيدنا سعد على سطح بيته قريب من هؤلاء وكانوا يستطيعون أن يصروا إليه لكن أسد الله في براثنه كان يتابع المعركة يأمر هذا ويصرخ في وجه هذا ويملأ هذه الثلمة فكان كأنه يجيل المعركة من مكان يستطيع الإشراف عليها ويراها من بعيد ومن قريب وكان يوجه الجند إلى ما فيه بإذن الله تبارك وتعالى صلاحهم وانتصارهم لا إله إلا الله وهكذا بعد ثلاثة أيام نصر الله تبارك وتعالى المسلمين وانهزم هؤلاء وقتل رستم وسقطت إمبراطورية الفرس تحت قدمي سيدنا سعد وسقطت الأموال وإذا بخزائن كسرى كلها تقع تحت يد سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي أرسلها إلى المدينة الله حتى سواري كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه سراقة وطلب الأمان قال كيف بك إذا لبست سواري كسرى قال كسرى بن هرمز قال نعم نعم لقد جاء بالسوارين بعد أن انتصر سعد بن أبي وقاص على كسرى وقتل روستم جاء بهم إلى المدينة وألبسه مع عمر سيدنا سراقة رضي الله عنهم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله نصر الله سيدنا سعد نصرا مؤذرا وفتحت العراق بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى تقدم لكي يفتح المدائن وكان بينهم وبين المدائن دجل والفراط الله فكان يخمن كيفية مجابهتهم فطلبوا منهم أن يعبروا إليهم فجاء سيد استخلاء فجاء سعد بن أبي وقاص وقال للصحابة قولوا توكلنا على الله وقد أرسل كتيبتين لكي تؤمناني المكان الذي يصلون إليه في الضفة الأخرى واحدة تحت قيادة عاصم نعمر والأخرى تحت قيادة الصحابة الجليل أحد الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فالتقوا هنالك في المدائن ففتح الله على سيدنا سعد المدائن ورفع فيها الأذان الله وشتت الله بسعد الفرص ونصر الله المؤمنين ودخلت هذه الأرض إلى يومنا تحت حكم المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله وبأمر من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم اختار مكانا فبنى مدينة الكوفة وكما أنه نجح في مسألة الجهاد والقتال العسكري فإنه أيضا نجح في البنيان والعمران فكان يمشي جنبا إلى جنب بين البناء بناء الإنسان باستنقاذه من الجهالة والشرك إلى الإيمان وبناء حضارة تكون شاهدة لهذا الدين الذي جاء يملأ على الناس كما قال ربع بن عامر يملأها عدلا ورحمة يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هذه الأولى يخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام هذه الثانية ويخرجهم من ضيق الدنيا إلى وسعة الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهل الكوفة شكوا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يحصن الصلاة بهم ولا يصلي فيهم صلاة رسول الله بل إن عمر لما ذهب إلى هناك وطلب منهم أن يقوموا فيتكلموا بكل حرية ما الذي لم يعجبهم في سعب فقام رجل يسمى أسامة بن قتادة قال يا أمير المؤمنين أما أنك طلبت منا أن نتحدث فإننا نقول لك إن سعد لا يقسم بالسوية ولا يحكم بالعدل بين الرعية ولا يصلي فينا صلاة رسول الله قالوا كيف تصلي يا سعد قال أصلي كما كان يصلي رسول الله أطيل الركعة الأولى والثانية وأتجاوز في الثالثة والرابعة قال تلك هي صلاة رسول الله التي صليناه فرفع سيدنا سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة فقال اللهم إن كان قد قال هذا رياء اللهم أطل عمره وأكثر عياله وأقل ماله وأعرضه لمضلات الفتن وهكذا كان أطال الله عمره وأقل ماله وأكثر عياله وأخذ بصره وكان يمر على النساء ثم عياذا بالله يعاكسهن في الطرقات ويمر عليه الناس ويدثلون عليه ويقول نعوذ بالله شيخ والعياذ بالله فاجر سوء خلق فكان يقول أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد كان مستجاب الدعوة وكان الصحاب يعرفون ذلك دخل ذات مرة إلى السوق ووجد بعضهم أحدهم يسب سيدنا الزبير وطلحة وعلي فقال اتق الله إنهم السابقون الأولون من المهاجرين فلم يرد أن يستجيب فرفع يده فقال اللهم إن كان هذا يسب أولياءك الذين سعوا في مرضاتك ونصروا دينك ودافع عن نبيك فأرنا فيه عجائب قدرتك فإذا ببعير شذ من بعيد ودخل إلى السوق كأنه يبحث عن شيء حتى جاء إلى هذا الذي آذى سيدنا طلحة والزبير وعلي ثم ضربه بحافره ولازال يمر علي بحافره حتى قتله الله أكبر الله أكبر هذا سعد بن أبي وقاص الذي اعتزل الفتنة حينما قاتل سيدنا علي معاوية في صفين وكان الناس يقولون له إن الناس يطلبون منك أن تتدخل فيقول ايتوني بسيف له عينان ولسان ليختار من يقتل ومن يقاتل قاتلنا مع رسول الله حينما كانت المسألة واضحة مسلمين ضد كفار أما الآن هل هناك من سيف يميز بين هذا وذاك وظل رضي الله تعالى عنه وعاش أكثر من ثمانين سنة وهو آخر من مات من السابقين الأولين فمات رضي الله تعالى عنه وقد أدرك الثمانين تقريبا وهو يجود بنفسه ورأسه في حجر ابنه فبكى ولده قال لا تبكي يا بني إن الله لا يعذب أباك الله سيدخلني الجنة هكذا بكل يقين سيدخلني الجنة ما كان الله ليعذب أباك بهذا الصدق بهذا اليقين ثم قال لا انظر إلى ذلك الصندوق فأخرج من هناك ثوبا رثا فقال كفني فيه فذلك الثوب هو الذي كنت أخوض به معركة بطر وفاضت روحه ونقل إلى البقية رضوان الله عليه وأرضاه والتحق بالرفيق العلى سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة مطفئ نيران المجوس مشتت الفرص ومستأصل شأفتهم فلا غر أن يكرهه الإيرانيون كرها شديدا لابد أن يكرهه الفرص لابد أن يكرهه ذلك الطيار الذي يزعم أنه يشايع أهل البيت وهم عن مشايعة أهل البيت أبعد من السماء على الأرض أبعد من السماء على الأرض وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين